لماذا؟ هذه خليها بيناتنا بيض أخصتكم شيعة جزوينة وكحل نعوده السلام عليكم معكم أنور الشنتوف على بيض وكحل أهلاً سيجنتوف سنترح لك بعض الأسئلة و ستختار ما بين البيض وكحل أول سؤال كيف ترى حياتك خارج الميدان الفني؟ كحل حياتي بصراحة تنس بيها بالفن لذلك لا تخييش راسي بلا فن تستقر في دولة خارج المغرب كحل أكيد حيات الغربة رك عرفها بعيدة على العائلة بعيدة على الحباب أكيد هتكون كحل تعيش حياتك بوحدك بعيدة على وليدي كحل طبعاً بلا ما نشرح لأن الوالدين هم كل شي في الدنيا شارك حياتك الشخصية عبر السوشلميديا كحل برضو حياتي كنحاول ما أمكن نخلي ذلك الفرق أن الواحد يعرف غير هو أنا من نسبة لي لأنا كنبرتاجي غير هو الفني ما كنبرتاجي ذلك شي اللي هو شخصي عائلي متعمق تستغل أي حاجة جات في طريقك من أجل الشهرة كحل لأن مآمن بأنني غندير الحاجة اللي غادين بغيهم والحاجة اللي غادين وافق عليهم ما شي أي حاجة نديرها لو تشفى علاقتك بالراب بيض راب عزيز علي وفهم مساجات سويني ولكن أنا صراحة ما كان رابش كي جيني ذلك شي بالزربة ما كان قدرش قالوا لنك تموت على الشعبي والحيحة بيض عزيز علي الشعبي وهو انتصارات المغربي واللي الشعب المغربي كيموت على الشعبي كيماز علاقتك بالتيك توك بيض لأنه كيوصل الأعمال وكيوصل كيوصل شخصه إحنا كفنانين كنوصلوا للأغاني دينا عبر الموقع ديالتيك توك استعمالك اليوتيوب سوى بيض عزيز علي وفيه كنز الأعمال ديالي فأكيد غديكم بيض انت شامالي كيفش كتجيك السياقة وستكازة كينش حاجة ما غيرك حل حاجة زيدة عليك حل السياقة وستكازة صراحة صعيبة شوية وصراحة كنجي الكازة ما كان قدرش نسوك صراحة أول نهار صمتي في حياتك كيف أشجاك؟ بيضة تجربة زوينة واخا غلبني النهار ولكن كملته مشقة الأنفس حياة المراهقة؟ صراحة دوس مراهقة بيضة مراهقة تجربة زوينة في الحياة كتكون حمق والحمد لله دزت بسالة كيفاش كتدو الساعة الأخيرة خبل الفطور؟ الساعة الأخيرة بيض لأن الساعة الأخيرة طبعا الواحد كيكون قرر بالنهار يتسالة وقررتي أنك تفطر فكتكون فرحان تفطر بوحدك مكون سونتري بعيدة علاقة على الصداع كحال لأنه بوحد يفطر غدي غدي تكون طبعا مملة شوية فاليا اخترت كحال يؤدن عليك المغرب ونجفز نقاط نقول لك حل لأنه اللي يؤدن عليك المغرب ونسينا برا كيكون واحد شوية الخاطر مع السرعة السيارة اللي كيدوزو في ذاك الساعة هاتش اللي يقدر نقول نشوف رأيك في المسلسالات والأفلام والرمضانية بيض لأن البرامج كانت ونسوا معهم وكان يصيغطوا أن الإداعات التلفازة المغربية ولو كيديروه برامج وأعمل في المستوى وكان الحمد لله كانت ونسوا معه شكرا